هذا وقد شكلت العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة رافدا مهما لتقوية أواصل التقارب والتعاون الخليجي والعربي مع الجانب الصيني بالنظر إلى ما حققه التعاون بين البلدين من تقدم على مختلف المسارات وتعتبر العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وحدة من النماذج الناجحة في فضاء العلاقات الدولية القائمة على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتنسيق المشترك تتميز العلاقات البحرينية الصينية بعمق التعاون والصداقة بين البلدين والتي شهدت تطورا ملحوظا منذ زيارة جلالة الملك المعظم السابقة إلى جمهورية الصين الشعبية في العام 2013 وهي الزيارة التي شهدت مباحثات موسعة أضافت أبعادا سياسية واقتصادية متميزة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ولسيما في المجالات التجارية والاستثمارية وجرى خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة وتشكل الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة بناء على دعوة من فخامة الرئيس الصيني شي جيمبينغ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين والتي ترجع إلى ما يزيد عن 35 عاما منذ بداية العلاقات الدبلوماسية وهي علاقات وطيدة تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في بناء نموذج للتعاون الثنائي الذي يخدم المصالح المشتركة وتكتسب زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية أهمية متزايدة من حيث التوقيت فهي تأتي في عقاب القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين برئاسة جلالته كما أن هذه الزيارة المهمة تأتي في ظل وضع دولي وإقليمي بالغ الدقة والحساسية وبخاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تطورات وتزايد وتيرة نزاعات والصراعات والحروب في العديد من مناطق العالم ولذلك فمن المتوقع أن تشهد الزيارة واللقاء بين جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس الصيني تعزيزا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتنسيقا في المواقف تجاه مختلف القضايا الراهنة ستتضمن الزيارة أيضا حضور المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي حيث يبحث المنتدى عن إحلال السلام للقضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين وتعد مشاركة القادة العرب في اجتماعات منتدى التعاون الصيني العربي رسالة لتأكيد العمل على تعزيز العلاقات مع الصين والتي تسعى في المقابل إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق مستوى أعلى من الثقة الاستراتيجية المتبادلة إن الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تحمل أبعادا ودلالات هامة تبرز مساعي مملكة البحرين إلى الانفتاح على دول العالم المؤثرة في القرار الدولي وجعل فترة تولي رئاستها للقمة العربية مرحلة لانطلاقة عربية في علاقاتها وتقاربها مع الدول الكبرى بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وهذه الدول محمد يوسف لمركز الأخبار تلفزون البحرين